نتكلم عن السونة النهاردة وهل لها اهمية في مجال زيادة طول القامة ده اللي هنشوفه او ده اللي احنا هنعرفه النهاردة السونة زي ما احنا شايفين يسموها ايه الـ Dry Heat او الحرارة الجافة الحرارة الجافة اه زي ما احنا شايفين هي عبارة عن غرفة ملقة مصنوعة اه من الخشب او متقفلة كلها خشب لها نظام الهيتنج ده تمام اللي هو نظام الحرارة اه لما احب ان انا ازود الحرارة بتاعتها فباخد شوية مية من هنا احطها على الحجر ده يبتدي يعمل دخان يطلع يبقى سواء مرقي او غير مرقي انا شايفين يدي اه يدي جو حرارة جو زي دخان بسيط زي ما قلنا مرقي او غير مرقي هم هم ينزود في الحرارة طبعا دي اضاءات دي ديزاينز بقى تصميمات تختلف من ايه من ساونا لساونا هنا عامنين نظام دلع شوية ان ممكن الواحد ينام ويحط راسه هنا اه هنا الحرارة الطايم زي ما احنا شايفين هنا الطايم راملي يعني لاني ممكن لو ان ساعة دية ممكن في الغالب طبوز بس برضو مش ايه مش هبوز هنا مقاييس زي ما احنا شايفين الحرارة والساعة هنا الساعة اه خلص وقت ما تخلص احنا شايفين خمس دقايق عشر دقايق خمستاشر دقيقة طيب ايه الوقت اللي احنا نستخدم فيه الساونا نقدر نستخدمها من خمس دقايق لتلت ساعة على حسب قدرتنا وطبعا ساهم احنا متفقين في كل شغلنا ان التدريج والتدرج في التمرين ده من اهم الحاجات ايه فوائد الساونا يهمني لها عدد طبعا من الفوائد لها حتى يقولوا ايه ساونا سيرابي يعني العلاج بالساونا طبعا الساونا في منها حديث في حاجة اسمها انفراريد ساونا وفي يسموها فار يعني ايه فار انفراريد ساونا يعني ما بتبقاش دخلة في الاعمق الحرارة ما بتخشش في اعمق الجلد اما في حاجة تانية اسمها نير انفراريد ساونا دي الحرارة بتاعتها بتدخل اعمق جوه الجلد فممكن تعالج حاجات كتير طبعا المشاكل يعني مش معظم يعني هي كويسة جدا متفتح مسام الجلد العرق العرق يعتبر حاجة مهمة جدا 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 في تنظيف البشرة وتنظيف الجسم طبعا بتنشط الدورة الدموية بالنسبة البلاد الشديدة الرتوق الساعة سي فنلندا سي السويد دول اسكندنافية وغيرها طبعا الساونا دي عندهم حاجة اساسية سواء كانت في الجبال سواء كانت في الشوارع وبتبقى ساونا عامة كبيرة